صورة من صور ضحايا الجهل بالقوانين العراقية شاب موجود وغير موجود تحكي وياه لكن ماكوش يثبت انه موجود هو ليس جنيا ولا مخلوقا فضائيا بل انسان وضعته الظروف في مرايا الغاب صورة قد تنعاد مرارا وتكرارا ويمكن ان تهدد المجتمع كله حكايات اغرب من الخيال وقصص ما ممكن العقل ان يصدقها تحدث الان بيننا وبمجتمعنا وما حد يقدر يوقفه والمشكلة مستمرة بالحدوث هذه واحدة من قصص الجهل بالقوانين هذا الشاب لا احد يستطيع ان يثبت وجوده ما انه موجود شلون؟ وليش؟ وما سر حكايته العجيبة يا ترى هالبغداد تعيد لياليها؟ وحكاياتها الالف؟ ام ان الجهل وسوء التقدير هو الساد اليوم؟ في ظل لا ابالي كبير عند المجتمع والدولة أليس من حق المواطن التساؤل لماذا وصلت الامور الى هذا الحد؟ أليست الاخطاء تولد اخطاء؟ وممكن ان تكبر وتكون كوارث وخاصة اذا كانت هذه الاخطاء اخطاء اجتماعية بالدرجة الاساس قبل فترة سمعنا عن العاطل عن العمل المديون اربع مليارات دينار وكضحايا كثيرون نتيجة الجهل بالقوانين محمد مؤولهم طبعا ما راح يكون اخرهم لكن لمحمد حكاية خاصة حكاية خاصة جدا بحيث عزت اجهزة الدولة ان تجد حلول واقعية وبهاي الحالة ادوات قضية محمد صارت قضية الامم المتحدة طبعا الجهل بالقوانين واحدة من المشكلات الضاربة بالعمق بالواقع العراقي لان بيها مطبات كبيرة تهدد الوجود الانساني كيف راح نتخلص منها؟ كيف ممكن ان نواجهها؟ ومن يستطيع ان يصحح اخطاء الماضي ولماذا لا نمتلك القوانين العراقية او تمتلك القوانين العراقية بوابات الحل لمثل هذه المشكلات كل هذه الاسئلة وغيرها اشوف التقرير اشتركوا في القناة